السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فصل جامعة الرضبية منظر الإسلام أولاين أيها الطلباء العزة نحن حاضرون في حصة كتابنا ديبان الحماسة فأنتم مستعدون لسماع قراءة ديبان الحماسة أنا أرجو منكم أن تتوجه إلي بكل الإصغاء ولا تمهلوا شيئا مما ألقي عليكم من المحاضرة فاجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقير والسكينة وافتحوا كتابكم أولا نقرأ العبارة بسم الله الرحمن الرحيم وقال الترماح بن حكيم لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيضني إلى كل مرء غير طائلي وأني شقي باللئام ولا ترى شقي بهم إلا كريم الشمائل إذا ما رآني قد تعثر فبينه وبيني فعل العارف المتجاهلي ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي إلى آخر العبارة وقال الترماح بن حكيم الترماح هو الشاعر من حديث هذه الأشعار أن الترماح ذات مرة مرة في مسجد البشرة وهو يخطر في مشيه ويعرج فقال الرجل من هذا الخطار ومن هذا الأعرج فقال هذه الأبيات قال يقول لقد زادني حبا لنفسي أنني زاد يزيد زيادة منه وضافه حبا هذا مفعول لقوله الزاد وهو تميس لنفسي أنني بغيط هذا الاسم مع خبره فاعل لقوله زادني إلى كل امرأ غير طائل غير طائل هو السفة هو السفة لقوله امرأ بغيط معنه مبغوط فالمعنى لقد زادني حبا لنفسي أنني أي قد زادني حبا لنفسي ومحبة لذاتي أنني مبغوط أي زادني أنني مبغوط إلى كل رجل لا ينفع غيره غير طائل أي لا ينتفع به غيره ويقول وإني شقي باللئام ولا ترى شقي بهم إلا كريم الشمائل وإني شقي هو معطوف على قوله أنني بغيط إلى كل امرأ يقول يزادني حبا لنفسي أيضا شقوتي باللئام الشقوة منه المحروب لا ينتفع من لا ينتفع فهو شقي يقول زادني حبا لنفسي أيضا شقوتي باللئام حتى تنقصوني واغتابوني ثم بعد ذلك يقول مقطعا عن الإخبار كأنه هو مخاطب ومقابل لمخاطب ملتفع إليه فقال ولا ترى أحدا يشقى بهم إلا وهو كريم الطبعي ولا ترى يأيو المخاطب إنك لا ترى محروما بهم ومحروما بهم وغيرو منتفع بهم إلا غجنا كريما كريم الشمائل كريم الطبعي الشمائل جمع الشمال ما نهو أطبعي يقال بالأردية مجھے اپنی جان کی محبت اور بڑھا دیتی ہے یہ چیز کہ میں ہر اس انسان کے نزدیک مبغوظ اور دشمن ہوں ہر اس انسان کے نزدیک مبغوظ ہوں ہر وہ انسان مجھ پر بغض کرتا ہے جو غیر طائلی جس کے پاس کوئی فائدہ نہ ہو جو دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہو اور مجھے یہ بات بھی اپنی ذات کی محبت کو بڑھا دیتی ہے کہ میں شقیم بالعیان کہ میں کمینوں کے یہاں پر محروم ہوں کمینوں کی نظروں میں میں محروم ہوں ولا طرح اور اے مخاطب تو نہیں دیکھے گا اس شخص کو جو کہ بدوقتوں کے ذریعے سے محروم ہو مگر یہ کہ وہ ایک اچھی طبیت والا شخص ہوگا یعنی وہ شریف ہوگا تو جس طریقے سے میں بدوقتوں اور لئیم اور کمینوں کے یہاں کے ذریعے سے شقی اور محروم ہوں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں کریمتبع اور شریف مزاج ہوں اذا ما رآنی قطع الترف بينه وبینی فعل العارف المتجاهل اذا ما رآنی اے حينما ذلك اللئیم رآنی فاللئیم هو مستفاد من قوله اللئام قطع الترف بيننی وبینه اے هو وقطع الترف هو کنایت عن الاعراض فالمعنی قطع الترف بينه وبینی اے هو یعرض عنی کما یعرض ويفعل فعل کما يفعل العارف المتجاهل اے هو یفعل بينی وبینه من الاعراض فعل العارف المتجاهل الرجل اللذی يعرف و يظہر جہالت لہو بتکلوف یقال بالعردیہ جب مجھے دیکھتا ہے تو میری طرف سے نظریں پھیڑ لیتا ہے وہ نظروں کو ایسے کاٹ لیتا ہے میرے اور اپنے بیچ ایسے کاٹ لیتا ہے جیسے کہ ایک بتکلوف جاہل بننے والا ایک عاشنا شخص ایسا کرتا ہے ملاتو علیہ الارض حتی کانہا من ضائق فی عینی قفت حابلی ملاتو علیہ الارض ملاتو علیہ الارض کی نایت عن ضائق فالمعنی ملاتو علیہ الارض ایننی قد جعلت الارض ضیق علیہ مع فسحتها حتی کانہا من ضائق ای حتی شارت تلک الارض مع فسحتها ضیق علیہ فی عینیه کفت حابلی الكفة مانه الحفیرہ حابل صاحب الحبل فکفة حابل هي صغیرہ يقول قد نشرت مدائح وخصائل في كل چانب فبذلك وقعت في عینیه الارض ضیق مع فسحتها ای هو يظن انه ان الارض قد صارت ضیق تن عليه يقال بالأرض یا میں نے اس کے اوپر زمین کو تن کر دیا یہاں تک ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اپنی کشادی کے وابوجود اس کی آنکھوں میں ایسی تنگ ہو گئی ہے کہ فتوح حابلی جیسے کہ ایک رسی والے شخص کا رسی تولنے کا پلہ ہو اکل نمر ان آلف آباه مقصر معاد لأهل المقرومات الأوائل الحمزة تولی لانکار ها هنا يقول اكل امرئ آلف آلف يلفي آلف منه وجد آباه مقصر آباه عاجز مقصر عن الحصول بالفضائل معاد منه عدف لأهل المقرومات الأوائل لأهل المقرومات الذین قد سبق فالمعنى اکل امرئ آلف آباه مقصر اکل رجل قد وجد آباه قاصر عن الحصول على الفضائل اهو معاد وعدف لأهل المقرومات الأوائل المتقدم لا لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك فهمتو يقالب الوردية کیا ہر وہ انسان جس نے اپنے باپ کو فضیلتوں کے پانے سے قاصر دیکھا ہو کیا وہ فضائل اور شرافتوں کے پیکروں اور اہل فضائل اور ارباب خسائل کا دشمن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اذا زکرت مسعات والده اضطن ولا يصطن من شتم اهل الفضائل اذا زکرت مسعات مسعات معنى السعی حينما زکرت حينما زکرت السعی والده اضطن اضطن افتعل من الضني يقال الضني يظن اذا دق وسغر جسمه فالمعنى اذا زکرت مسعات والده اضطن احینما زکرت مسعات وجهود والده هو يكون صغيرا في جسمه ولا يصطن من شتم اهل الفضائل اے هو لا يظن نفسه صغيرا من شتم اهل الفضائل حیث هو يشتم اهل الفضائل وحینما زکرت مسعات وجهود والده هو يكون صغيرا اکا هو يتعن في والده ويقول ان والده في غاية من العز جو قالو بالأردیہ جب اس کے والد کی کوششوں کا ذکر کیا جائے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹا نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ اہل فضائل کو گالیاں دے وما منعت دار ولا عز أهلها من الناس إلا بالقنى والقنابل وما منعت منه رفعت ما منعت الدار في هذه الدنيا ولا عز أهلها ولا شار أهلها عزیزا من الناس في هذه الدنيا إلا بالقنى والقنابل إلا بالرماح القناة جمع القناة القناة منه الرمح إلا بالرماح والقنابل قنابل جمع القنبلة منه جماعات الخيل يقال بالأردية وما منعت دار ولا عز أهلها ما رفعت الدار في هذه الدنيا ولا صار أهل الدنيا عزيزا إلا بالرماح والقنابل إلا بالرماح والسيوف والذهاب إلى المعاركة فهذه القناة والقنابل هو أسباب للعز والشرف فمن كان مقصرا عن ذلك لا يكون عزيزا في هذه الدنيا يقال بالأردية دنیا میں کوئی بھی گھر بلند نہیں کیا گیا نہ ہی لوگ گھر والے لوگ عزيز اور معزز ہوئے إلا بالقناة والقنابل مگر نیزوں کے ذریعے اور گھر سواروں کی جماعاتوں کے ذریعے انتہت درس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی